برعاية كريمة من صاحب السموة شيخة دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنظم إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام الدورة الرابعة من مهرجان خرفكان المسرحي وذلك يوم الجمعة المقبل بمشاركة أكثر من خمسمائة من فناني المسرح والأداء والرسم والاستعراضات والفنون الشعبية وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أبرز فعاليات المهرجان الذي سيقدم عروضا متنوعة منذ الساعة الثالثة عصرا إلى منتصف الليلة وتستهل فعاليات المهرجان بمسيرة حاشدة تنطلق من وسط المدينة تشارك فيها فرق الموسيقى وعروض العرائس والأداء ويحتفي المهرجان في هذه الدورة بعروض أدائية وفنون شعبية لفرق من الهند وأوزباكستان وتركيا وأثيوبيا إلى جانب العديد من العروض المحلية كما سيقدم المهرجان برنامج مسرح النجوم وأنشطة الرسم والجداريات والأقنعة وتزين السيارات والعروض الشعبية من بلدان عدة ومباريات مسرح الارتجال إضافة إلى جملة من العروض المسرحية